اشتركوا في القناة برئاسة جلالته والذي اكد مكانة المملكة في ظل قيادة جلالته الحكيمة وحرصه الدائم على تعميق الروابط العربية ومساندة قضايا الامة والدفاع عن مصالحها وتعزيز التضامن العربي في مختلف المجالات ايمانا بوحدة المصير وادراكا بانه السبيل لحماية الامن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية في مواجهة مختلف التحديات الاقليمية والدولية واشهد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة في برقيته بما خرجت به قمة البحرين من قرارات وتوصيات بناء وما حققته من مخرجات مهمة في اجواء اخوية توافقية تمهد لمرحلة جديدة من العمل الجماعي العربي المشترك والهدف لا تحقيق امال وتطلعات الدول والشعوب العربية في التنمية والازدهار ودعم مساعي احلال السلام والامن والاستقرار في المنطقة وعرب سموه عن بالغ الاعتزاز بنجاح مملكة البحرين في استضافة هذا الحدث العربي الجامع وهذه القمة التاريخية داعيا الله لجلالة الملك المعظم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق فيما يبذله جلالته من جهود لاجل مزيدا من الخير والنماء لوطننا الغالي ولأمتنا العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر